صباح الخير ازايكم عاملين ايه صحينا من النوم وكتبت اهم ثلاث حاجات عايزة اعملهم النهاردة والنهاردة هاخدكم في مكان كده عندي محتفظة فيه بسر رهيب فالنهاردة هقول لكم ع السر الرهيب اللي انا مخبية بس قبل ما اخدكم معي واريكم الحتة السيكريت دي النهاردة افتكرت فيديو كنت شفته زمان من فترة لنملة على ورقة والشخص اللي واخد الفيديو راسم حوالين النملة راسم بالقلم على ورقة حوالين النملة دايرة فالفيديو في فيديوهات كمان زيه لحشرات تانية حاجات صغيرة زي احا plumbing اتقد حشرة كده من هي تبيت من من الزرع زي الهموش زي البرغوت حاجة كده صغيرة وعلى الورقة والشخص اللي واخد الفيديو راسم دايرة او يرسم لها خطوط وكل ما يحط لها خط تبص للخط ده وما تعديش وتبعد عنه وتروح تدور على حتة تاني مع ان ده مجرد خط وده بقى فكرني بحاجة موجودة فينا احنا البشر اننا احيانا ما بنقدمش على حاجة او ما بنعملش حاجة لاننا خايفين. خلوني اخد بقى مية واقول لكم. الخوف بالانجليزي يعني فير. اف اي اي ار. زيج زيجلر له تعريف زريف قوي قوي للخوف. وبيستخدم نفس الحروف. فير. اف فولس اي افيدنس اي ابيرز ار رايت. فير معناها فولس افيدنس ابيرز رايت. يعني دليل خاطئ يبدو صحيحا. تعالوا نستوعبها كده ونفنطها شوية شوية. واحكي لكم قصة. ما احنا بنتعلم من القصص ومن التجارب. من حوالي 15 سنة اخدت مامتي وروحنا الجام. كنت انا بروح الجام. جام للسيدات. بروح مرتين في الاسبوع. العب ايروبيكس. و مرتين او مرة. لا مرة. اه بعمل سباح. و خدتها معي للكلاس بتاع الايروبيكس. و جات معي وعملت واستمتعت جدا جدا وانبسطت جدا جدا من الكلاس اللي احنا عملناها. فلما جاه معايد الكلاس التاني بقول لها يلا. قالت لي لأ روحي لوحدك. انا هعود هنا. ليه? في ايه? قالت لي اه لأ ما هو الناس هتقول علي ايه? لو عرفت ان انا بروح الجام في السن ده. قالت لي يا ستي ما حدش هيقول حاجة. وبعدين ليه? اصلا نعرف الناس احنا رايحين فين وجايين منين? انا وانتي وبس. وهنروح بالعربية بتاعتنا ساعة ونرجع. لا محتاجين نقول لحد ولا محتاجين نعرف حد ولا اي حاجة. لا 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 لا. طب لو حد شفنا. قالت لي هشوف هنا ايه? احنا رايحين جام. و مكتوب عليه بالبونت اللي عليه جام. لا مكتوب عليه ان هو صالت كبريهات ولا ولا حاجة وحشة. وهنين ده للسيدات فقط. النادي كله للسيدات فقط. وبندفع فلوس كتير عشان هو للسيدات فقط. فقالت لي لا 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 لا. قلت لها يعني فجوزي حتى تدخل وقال لها بوس يا طنت مش حضرتك عندنا هنا هو. وانتي موقتها بيرعيني رجل البيت. انا بديكي البرميشن والسماح. روحي مع حنان وعملي الكلاس بتاعك. وتعالي. لما زنقنا عليها في النقطة دي راح تبقى اي لحاجة تاني. لأ وبعدين انا ادخل وسط الستات عشر انطير شحم وعشر لحم زي ماري مونيب في الفيلم. و مامي شكيبي يجي لها مدرب المساج ومش عارف ايه. والكلام دوا وبقى وسط الستات فقلت لها على فكرة انتي وزنك كان من اقل الستات اللي موجودة في الجام. وكان معانا ناس وزنهم اكتر مننا بكتير. وحاليتهم الصحية اصعب مننا بكتير. ولياقتهم البدنية يعني اوحش من اللي يقدنا البدنية بكتير. وبعدين حاجة تانية كمان. الكلاس اقاعوا سريع. لا انتي حد هيشوفك ولا حد هيبص عليك ومحدش اصلا مشغول غير بنفسه. لا 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 انا مش رايحة انا مش رايحة. كان جواها خوف. والخوف ده عبارة عن دليل خاطئ يبدو صحيح. خوف من كلام الناس مع ان مفيش دليل على ان اي حد هيعرف المعلومة دي هيقول علينا حاجة او دليل ان في حد له الحق انه يتدخل في حياتنا. او ان الستات التانية هتبص علينا وتقول ده احنا تخان ومبعجرين وحالتنا حالة. او هيبصوا علينا ويقولوا ده احنا ليقتنا البدنية مش كويسة. كلها ادلة خاطئة. مخنا صور لنا انها صحيحة. زي النملة ولا الحشرة دي اللي على الورقة البيضة. اللي لما شخص ما رسم لها دايرة. افتكرت انها محبوسة جوه الدايرة. ما تقدرش تطلع من الدايرة دي. انا بخاف قوي من الموضوع ده على فكرة. بخاف شايفين? عشان كده ازاي يتغلب? ان انا قرأت انا قررت بيني وبين نفسي. ان انا كل فترة اعمل حاجز ما ريالتي تشك. يعني اشيك على الوضع اللي انا فيه. هل في شيء امر فعل? انا خايفة منه. وخايفة انه يؤثر علي. او في حائط حاجز. ما نعني من ان انا اعمل هذا الشيء. اه فيه. كده. ايه الدليل عليه? ايه الدليل على ان هذا الامر حقيقي? وان خوفي ده في محله? واحد اتنين تلاتة اربعة. ابتدي بقى ادور بقى في الدليل. هل انت دليل حقيقي فعلا? ولا انت دليل خاطئ تبدو صحيحا? اسهل حاجة ان احنا راعد نسأل اسئلة ونعمل سيناريو. اه انا عايز اتعلم شيء. لأ. او عايز اعمل شيء. لأ. الناس هتقول علي ايه? مين هم الناس? فقطوا كده الناس. عارفين في في الحسابات يقولك فقط لي المبلغ. الف وخمسمية جنيه وتمانية وتسعين قرش فقط لا غير. اكتبي كده لستة. بكل الناس اللي انت حط اهمية لرأيهم فيك لو عرفوا ان انت مقدمة على هذا العمل. وفقطيهم كده. فلان وفلان 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 وفلان. واللستة دي بقى رجاية غير بليها. مين في الاهمية الاولى? احطوهم. مين في الاهمية الدرجة التانية? احطوهم. مين في الدرجة التالتة? احطوهم. مين تأثيره اقوى على حياتي? فلان وفلان وفلان. طب دور رأيهم ايه? انا متصورة ان ده رأيهم. طب خليني بقى اسألهم. لو حصل ان في سيدة في عمرها كذا ووضعها كذا ومش عارف ايه. واقدمت على هذا الفعل. تقول ايه انا? رأيك ايه فيها? اه رأيي كذا وكذا وكذا وكذا. طب ليه? طب عشان ايه? ويمكن يطلع اه والله دي ستة شجعة جدا. ده بالعكس انا بحترمها جدا جدا. ده 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 ستة حيلة اه انها في السن ده فكرت انها تعمل كذا. او دي بنت حيلة رائعة انها اه فكرت انها تعمل كذا وكذا وتبني نفسها وكذا وكذا وكذا. وتبر. ما عنديش امثلة دلوقتي اقول لها. فا اقول لكم مثال لا. جالي مثال. وانا ابني سوير وانا طبعا كنت بشتغل. فا اه وديته لسيدة بتستقبل اطفال في البيت. السيدة كانت لطيفة جدا جدا وجميلة جدا جدا ومجتهدة وكانت بتحب الاطفال وعندها مجموعة من الاطفال. وابني كان عنده في الوقت ده وتسع شهور. اه ولاحظت ان هو بيحب قوي ستة دي. وما يروح الصبح ما بيروحش معي. بالعكس ده بيحضنها ويبوسها ويلعب ويدخل كده يلعب مع الاطفال. ويعملي باي باي ويمشي. وهو عنده تسع شهور. في فترة كده ما تفهموش بقى. يمكن غيرة. يمكن خوف. انا مش عايزة ابني يحب اي ستة في الدنيا اكتر ما بيحبني انا. ده انا امه. ده انا كنت هموت عشان اخلفه. ده انا طلعت عيني فيه. ده انا كزا. ده انا كزا. ازاي يحب ستة دي اكتر مني. شفتوا؟ انا خايفة. خايفة انه يحب اي حد تاني اكتر مني. فابتديت مع نفسي كده افكر. اه مين درجة الاهمية القصوى? طبعا ابني. ايه اللي انا خايفة منه? انه يكوني بيحب ستة التانية اكتر ما بيحبني. فيه دليل? اه لما بيدخل بيبقى مبسوط الصبح. كل الاطفال التانية اسمع انهم بيعياته ويبقوا مش هايزين يسيبوا بابا ومومتهم. وعياته ويتشحت فهم مش عارف ايه. وهو رايح. فرحان. عدت عدت فكرت بقى ايه الادلة غير كده? طيب هل انا لما برجع عشان اخده? بيبقى زعلاني انه هيسيب المكان ده? لا ده بالعكس ده بيبقى فرحان قوي انه هو شافني. طيب هل لما بيجي يدخل قطه بيبقى متدايق ده بالعكس ده بيروح يدور على العابه كأنه محروم منها كأنه ما شافهاش. فحسيت ان الخوف بتاعي ده ملوش اساس. وسألت بقى نفسي السؤال. هل انا هبقى سعيدة لو انا وديته عنده مربية اه هون بيحبهاش? هل انا بقى سعيدة لو ابني ادالي كل يوم نص ساعة من الوقت المتقزم اللي بيعيص فيه اللي بيقولي زعلان وخايف ومش هايز يسيبني والكلام ده? لا طبعا. هل انا هبقى مرتاحة نفسيا وانا في شغلي 8-9 ساعات ومش متطمنة على ابني? لا طبعا. واو. الخوف اللي جواه ده ملوش اي اساس. طيب فلنفرض ان احنا عملنا الاناليس ده واكتشفنا ان فيه خوف ما له اساس. نعمل ايه? اقولكم. ناخد كل دليل او كل عقبة من اللي جواه الخوف ده. سيه مسلا انا عايز اقدم في وظيفة. لا ده اصلا انا مش مستعدة ليها. ليه مش مستعدة ليها? ايه متطلبات الوظيفة? واحد اتنين تلاتة اربعة. ايه اللي عندي? كذا وكذا وكذا وكذا. ايه اللي مش عندي? كذا وكذا وكذا وكذا. طيب اللي مش عندي ده? هل انا فعلا محقة ان المهارات دي مش عندي? ولا انا متصورة انها مش عندي? اعرف ازاي? اروح اسأل حد. بيشتغل معي? اسأل شخص? اسأل زميل? اسأل زميلة? هو انا بعرف اعمل كذا كذا كذا? هو انا عندي المهارة كذا كذا. مش شرط اقول انا مقدمة على ايه? مش شرط اقول قطتي ايه? مش شرط اقول اي حاجة من الحاجات دي. ولكن ان انا اسأل. لا والله بالعكس انا شفت كنتي عملتي كذا. شفت فاكرة يوم ما عملتي التقرير عن كذا. فاكرة يوم ما خلصتي كذا. فاكرة يوم ما عملتي كذا. وابتدي امسكهم. امسك الادلة دي. وفاكرة فنطها الحقيقي منها افكر فيه هل بيمنعني ولا بيمكنني لو بيمنعني ازاي اتغلب عليها ايه الخطوة اللي دلوقتي اعملها اللي هتخليني امسح حتة من الدليل ده كأن انا بكتبه كده وبالقلم وبالاستيكة بامسحه اكتر حاجة حسيت انها احيانا منخاف منها كلام الناس من ناحية ونظرتهم لينا والناحية التانية ان انا مش قدت هذا الشيء وده بيسموه في في علوم الادارة كأن انا مدعي انا ما كتبت انا مثلا لما جي تكتب كتاب طفولة بلا زوابع عادت اكتب فيه فترة طويلة يمكن من 2011 وانا ابتديت فيه واكتب فيه ومع ذلك كنت مترددة جدا جدا ان انا انشره او انزله او اي حاجة وتفيد بشوية مقالات هنا وهنا وهنا والمقالات للأسف بتضيع بتتنسي بتتنشر في مجلة في بلد ما وبعد سنين اه ده اصلا انا نشارت مقال مش عارف ايه في سنة ايه فعدت فكرت كده قلت هو انا ايه بالضبط اللي مخوفني اه ان انا بتدعي ان انا بتدعي ان انا ام كويسة ان انا بتدعي ان انا ربيت كويس لغاية الاجازة اللي فاتت وقريبة من قريباتي بتقول لي حنان انا لما بشوف ولادك انا بحس ان انا ام فشلة انتي فعلا عرفتي ترابي انتي فعلا يزين ما ربيتي فعدت قلت ياه بقى انا استنيت السنين دي كلها مستنية فاليديشن من بر تأكيد من بر لقدراتي والنتاج اللي انا ممكن احققها ليه عشان فكر ان انا بتدعي عشان في يوم اتخنقت مع ابني عشان في يوم زعقتله عشان في يوم عقبته عشان في يوم اتصرف تصرف احرجني بس الباكيج على بعضها كلها كويسة فحسيت انه لا انا اقدر اكتب واقدر اقول واقدر انصح مش لازم كله نصيحي تبقى مية في المية وتبقى خاف جدا الله طب يفرد الديت نصيحة غلط ده رأي احنا بشر واللي يتحمل تبعات النصيحة دي مش انا الشخص الشخص اللي تلقى النصيحة وما فكرش فيها وفنتها وقرى وتأكد وحاول وجرب ونفزها وما نفعتش يروح منفز حاجة تانية ونزلته كتبته ورجعته وجبت مدقق لغوي راجعوا وصممنا الغلاف وكلمت ده شركة النشر ونزلته نزلته كمان في وقت كل الناس قالتلي لأ ده الوقت كورونا وما حدش هيشتري مش عارف ايه مش مشكلة مش مشكلة بس حققت اللي انا كنت عايزة اعمله هزمت الخوف اللي وقف مكبلني فترة انت مين انت انت اللي انت متخصصة في علم النفس ولا انت متخصصة في مش عارف ايه لأ انا باحث ايوة انا باحث انا بعرف انا بعرف ادور وانا بعرف احلل وانا لايز وعندي ما يدل على ان انا عملت الكلام ده عملت رسائل ماجستير عملت نشرت مقالات عملت كزا رحت مؤتمرات انا عارفة ان انا عندي المهارة اللي تخليني اكتب الكتاب ده وعندي الخبرة اللي تخليني اكتب الكتاب ده وحتى لو ما طلاش احسن ما يكون عادي الطبع الجاي احسنه وزبطه وحط فيه نصايح تانية وعدل فيه حاجات وحط فيه حاجات تانية واروح اتكلم مع ناس تانية زي ما انا اتكلمت مع صحابي ومع قريبي ومع الناس اللي حوالي وخدت خلاصة تجربتهم اروح اتكلم مع ناس تانية وحط خلاصة تجربتهم بردو التحسين موجود بس اهم حاجة اني كسرت حاجز الخوف لانه كان مجرد ادلة خاطئة تظهر انها حقيقية وانها صحيحة النهاردة هاخدكم على مدار اليوم وفي نص اليوم هكلمكم كمان على موضوع مهم جدا جدا يخص صحتنا صحتنا كلنا استمروا معي وخليكم معي وحقولكم على حاجة مهمة اللي فات كان مهمة جدا لينا احنا نتغلب على اي خوف احنا حاسين به كل واحد فينا كل واحدة فينا نفسها تعمل حاجة معينة بس بس خايفة خايفة ما تقدرش خايفة من جزء خايفة من المجتمع خايفة من باباها ومامتها خايفة من حماتها تقول ايه خايفة من الناس خايفة كذا خايفة كذا خايفة على كذا شوفوا ايه اللي انتوا عايزين تعملوه وايه الخوف ده وفنطوه واكتبوه وفكروا فيه وتأكدوا ان ده دليل حقيقي مش دليل خاطئ يظهر انه حقيقي اشوفكم بعد شوية اشتركوا في القناة المترجم للقناة في الثقافة الصينية بيعتبروا ان المطبخ قلب البيت وده اصبح كلمة من الكلاشيهات المتكررة كتير قوي ميني اعمل شي واحنا بنتكلم وليه بقى المطبخ هو قلب البيت لان ببساطة صحتنا او مرضنا جايين من المطبخ اي حاجة بناكلها هي اللي بتساهم سواء صحتنا كويسة ولا صحتنا من هي لاب ستين مال طبعا ايوة يعني فيه جينات فيه حاجات لكن الاساس هو الاكل اللي احنا بنكله للاسف للاسف في بعض السيدات خاصة كمان الكبار في السنة اللي عندهم بعض العادات اللي مش صحة اللي مش مفيدة بل بالعكس دي مؤزية وبيصروا عليها النهاردة بقى عايز اتكلم على استخدام اوالب مرأة الدجاجة عارفين اللي هي ماجي وكنور والمركات دي للاسف ظهرت في فترة وستات كتير قوي 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 متعودين ان هما يستخدموها لدرجة يعني فيه اللي هما السيدات اللي انا اعرفهم صفصيا بيستخدموا الماجي دي في كل طبقات حتى اللي فيها لحمة وفيها فراخ تبص تلاقي بتعمل بمية باللحمة طب ما هي فيها لحمة هيبقى طعمها حلو لا تروح حتى فيها قالب ماجي بتعمل رز بتعمل شوية رز بتفلكل شوية رز برضو تروح حتى قالب ماجي المشكلة في الحاجات دي كلها مكسبات طعم يعني ايه بقى مكسبات طعم يعني مواد كيميائية بتصنعها في المعمل من املاح وتفاعلات كيميائية وهي دي اللي تدي الطعم الحلو هي دي تدي الطعم الزيادة شوية اللي احنا بندور عليه عشان اكلنا يبقى حلو وللأسف يمكن مقدرها في في القالب حب صغيرين قوي 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 لكن التكرار هو المشكلة اعرف سيدة من السيدات الفلويات اللي يعني كانوا بيتحاكوا بطعم اكلها وجمال اكلها أنا نفسي وولادي بيحبوا جدا لما يروحوا عندها يأكلوا الأكل بتاعها كل طبخة يعني كل صنف بماجي حتى وهي بتسلق الفراخ تحط ماجي تقولك أصل الفراخ بقت قلت البركة فيها فمعدش فيها طعم اللحمة يعني اللحمة بتسلقها بتحمرها بتعملها تروح حتى فيها قالب ماجي كل يوم كل يوم كل يوم الأملاح دي بتتراكم في جسمنا وبتأثر على كل الحالات اللي احنا بنعاني فيها والمشاكل اللي بنعاني منها المايجرين الصداع النصفي مثلا الناس كتير قوي بتشتكي من الصداع النصفي لقيت ان هو قوحادي السوديوم المادة للمكسبات الطعم اللي موجودة في مرأة الدجاج والصوصات والحاجات دي حتى كمان الصلصة والحاجات دي كلها المعلبات دي كلها فيها المادة دي وبتزود احساسنا بالمايجرين وبالصداع ايه تاني الناس اللي بقت عندها مشاكل في الكلى كتيرة قوي دايما الناس تقول عشان المية فيها كذا وكذا وكذا اه فعلا فيه حاجات في المية ولكن فيه حاجات اخطر في الاكل اللي انت بتعملي واللي انت مسؤولة عنه اه للاسف انا بحس ان السيدات الكبار هم عندهم مقاومة للتغيير اكتر بكتير جدا 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 من الشبات الصغيرات والبنات الصغيرين اللي هم الصغيرين الستات الكبار اللي هم دلوقتي بداية من سن الخمسين فما فوق يعني انا كمان قربت يعني كلها كم سنة وبقى انا كمان من الستات الكبار والنوعية دي اه اه للأسف للأسف بيصروا على عمل نفس الحاجات اللي هم بيعملوها اه تقولك يعني انا قبضت على استخدم الماجي في الاكل والاكل يبقى طعمه كده دلع وملوش معنى ولا طعم والاخطر بقى بالنسبة لها انها هتفقد سمعتها كطباخة بريمو المشكلة بقى ان هي مش بتضر نفسها بس دي بتضر نفسها وبتضر اولادها وبتضر احفادها دلوقتي وبتضر اي حد بيدخل بيتها وبياكل اكلها وبيستلز بطعم اكلها اللي مليان مكسبات الطعم دي اللي هي بتأثر في الوظائف الاساسية لاجهزة جسمنا من كلا وكبد ودورة دموية وعنين ونظر وحاجات كتير قوي كمال تعال اخد الشاي بتاع بابا احنا احنا للاسف انا لحظت دي ومدام هي موجودة في سيدة من السيدات اكيد هيبقى موجود يعني العادة دي موجودة مع سيدات تانين اهلا وسهلا يا فاند هتبقى موجودة في سيدات تانين لان احنا كلنا تقريبا ثقافتنا واحدة فبنعمل حاجات شبيهة والاخطر كمان احنا ممكن نكون بنعلمها للجيل اللي جاي بعد مننا دايما يقولك اقرى المكونات المشكلة ان قرية المكونات اللي موجودة في الحاجات اللي احنا بنشتريها ما تنفعش ليه بقى لان احنا مش عارفين هم حطين اسامي كتير وحطين مواد كتير وحطين رموز وحاجات نفهم منين ولكن ولكن في برامج وفي ناس بتتكلم وبتشرح فلما نعرف ان في حاجة غلط ياريت ياريت نوقفها طيب نعمل ايه عشان نخلي الاكل طعمه حلو في بدايل وفي طرق تانية الناس زمان قوي قبل ما يطلع الماجي ده ولا كنور ولا وتبر كانوا بيعملوا ايه انتو عارفين ان انا استخدمت الماجي ده اول سنة جواز بس وتسعتاشر سنة ما بطبخش بيه واكلي مش وحش بالعكس اكلي حلو وبشهادة الناس طعمه كويس ونحطش فيه الحاجات ده خالص بسيط جدا والحل سهل جدا ان انتي تروحي تجيبي عظم اه تروحي عند الجزار وتشتري عظم وجيبي العظم ده وتسلقيه على نار هدية والمدة طويلة بعد انتخذي الشربة اللي هي اللي عاملة زي الجيلاتين دي اللي هتبقى ملزقة في بعضها وقسميها فعيلة بقى وقسميها في الكياس وحطيها في الفريزر عندك ولما تيجي تطبخي طبخة خدي الكيس من الكياس دي وحطيها في الطبخة في الاكل كده هيبقى الاكل طعمه حلو كده كمان هيبقى فيه الكولوجين اللي احنا كستات بنفقده بسهولة جدا 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 اه انا لاحظت انا زمان وانا صغيرة كانت شفافي تعتبر كبيرة بالمقاييس الناس اللي حوالي اه خلال الخمس سنين اللي فاتت لقيتها بتضمر اه الحاجة تانية كان وشي مدور اكتر بقيت لقيته بقى مسحوب بقى فيه هولوز هنا بقى فيه حتة كده تحت عناية دي كلها جاية منين ان اه الاختر كمان الداسكس اللي بين الفقرات بترفع والانية اللي بقى لما المشكلة كبيرة جدا لما الداسك ده اللي بين الفقرات يتشال خالص خالص ويتبري والفقرات تحك في بعض ويبقى عندنا الام شربة العظم اللي هي البهاريز هي اسمها كده فعلا البهاريز وممكن تتعمل كمان مع الفراخ عضام الفراخ اللي بتتبقى لو هتجيبي فراخ وهتخليها ما تشتريش كل حاجة مخلية هاتي حاجات بعظم وخلي العظم ده ما تترميهوش اسلوقي فيه ناس بتروح تجيب رجلين الفراخ رجلين الفراخ اللي كنا بنسلوقها عشان نأكلها للقطط والكلاب الشربة بتاعتها مليانة الكولوجين اللي احنا محتاجينه محتاجينه عشان الطبقة بقى اللي بتبتاكل تحت جلدنا اللي بتعمل الكرمشة واللي بتعمل التجعيد واللي بتخلي ملامحنا تتشفت والاقراس الكشني دي زي ما تقولي ايه بين كل فقرة وفقرة في خددية كده بترتاح عليها دي كمان بتتاكل فده بيساعد الجسم ان هو يبني الكولوجين اللي هو كل ما بنجبر في السن كل ما بنبتدي تقل قدرتنا على انتاجه وتقل والجسم كمان يحلله من جوه كمان كأن الجسم بيأكل بعضه دي من الحاجات اللي انا بقره فيها ويعني انا سعيدة تلحظ ان انا جوزي الدكتور فالابحاث والكلام ده مش غريب عني ومتاح وبسمع له الكلام ده كله فلما لقيت عناد السيدة هذه السيدة في استخدام مرقة الدجاج لانها حاسة ان طعم الاكلة بتاعها هيبقى وحش وهي مش متعودة وطبعا يعني بيني وبينكم اسهل بكتير لما نروح سوبر ماركت ونجيب علبة فيها 24 قالب هيعمل لنا 24 صنف مختلف بمجرد ان احنا نشيل الورق الدهبي ولا الفضاء الدوة ونحطها في المية فجأة بقى عندنا يا سلام احلى ملوخية في الدنيا احلى بامية احلى محشي احلى واتفر احلى فتة احلى اي حاجة لكن للأسف للأسف احنا كده بنعمل مقيدة خاسرة المقيدة يعني نستبدل حاجة بحاجة احنا بنستبدل صحتنا بطعم مؤقت واغلبية الطعم ده مجرد ان احنا اعتدنا عليه تعودنا عليه وزي ما تعودنا عليه نقدر ما نتعودش عليه فمهمة جدا وحسيت ان انا امانة علي ان انا اتكلم عشان لربما سيدة او بنوتة بتسمع الكلام ده او حتى راجل ويكتشف ان مراته بتستخدم الحاجات دي بدون خناء بدون اي حاجة كل ما يقع تحت مكسبات الطعم للأسف للأسف مداره بتبقى كتير جدا وللأسف فيه تخبط لان اسبات ان مادة مضرة محتاج ابحاث ومحتاج دراسات ومحتاج تمويل لهذه الابحاث فعشان كده بيبقى فيه التخبط لان ما فيش دراسات كافية لكن القاعدة العامة اي حاجة كيميائية ضررها اكبر من نفعها خصوصا لما نبقى لنا كلها وباستمرارية كل يوم كل يوم كل يوم كل طبخة لو هطبخ النهاردة ثلاث اصناف ثلاث اصناف معناها ثلاث اوالب من المكسبات الطعم دي اولادي اكلوا منها جوزي اكل منها الناس اللي انا عزماهم اكلوا منها وتحملت زنب لان انتو بالوقت عارفين ان ده وحش فكده انتو كده بتتحملوا زنب ان اي ضرر بيحدث للناس دول اولادنا صحتهم بشكل عام بقت وحشة جدا جدا احنا نفسنا كمان بقيت تلاقي شكاوي كتير قوي ان الناس قاعدة مش مرتاحة الناس مش مبسوطة اللي عنده انتفاخ واللي بطنه بتوجعه واللي عنده اصداع واللي مش قادر يركز واللي يعني مزغللة وطبعا ده ده اللي هو الليفل الاولاني الليفل التاني بقى كله ضغطه مرتفع كله السكر عنده ملخبط لخبطة فضيعة كله حاسس بالارهاق والتعب ومش عارفين ليه لان احنا بناكل اكل مش بيغزينا ده احنا بناكل اكل بياخد من صحتنا فزي ما المطبخ قلب البيت الاكل اللي انت بتعمليه او الاكل اللي احنا بنعمله هو القلب النابض للصحة لو عرفتوا ان حاجة مضرة ما تعملهاش لو عرفتوا ان فيه شيء بتستخدمه مضر بلاش العناد والكبر وان خاصة كمان لما تيجي النصيحة من حد اصغر في السنة للأسف في بعض السيدات كانت جدتي الله يرحمها تقول المعزة الصغيرة تعلم امها الرعي يعني ايه يا تيتا قالتلي احيانا المعزة الصغنونة راحت لوحدها في اماكن فشافت مكان جديد حقل جديد ممكن المعزة تروح ترعى فيه يعني تاكل منه فتقول لمامتها تعالي لما الام تسمع كلام البنت او تاسق فيها المعزة الصغنونة هتروح تلاقي مرعه جديد ولكن لو الام او الستة الكبيرة ممكن تكون الحمى حجرت دماغها ورفضت انها تسمع لصوت المعلومات وصوت العلم وصوت المعرفة اللي جاي من جيل اصغر منها وتعتبر ان الجيل اللي اصغر منها دول اصلهم ما بيفهموش حاجة اصلهم ما بيعرفوش حاجة اصلهم جيل اللي قلت فيه البركة اصلهم 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 ونحجر دماغنا ونشوفهم بالشكل ده اي نصيحة بتجيلنا منهم ممكن ما ننفذهاش مع انها ممكن تكون نصيحة كويسة وممكن تكون نصيحة مفيدة ولو نفذناها على الاقل مش هنخسر مش هنخسر فنحاول نحاول نشوف ايه المكونات اللي بنستخدمها في اكلنا ونحاول نزبطها لو عرفنا ان فيه حاجة مؤذية خلاص احنا عندنا المعلومة نشيلها والكل مشكلة حل زي ما انا قلت لكم الحل دلوقتي روحوا عند الجزار هاتوا منه العظم لما تجيبوا الفراخ ما ترموش العظم بتاعها وسلقوا العظم حطوا بقى اللي انتوا عايزينه حطوا بصل وكرافس وتوابل حطوا كل الحاجات اللي هي تحسوا انها تعمل طعم وريحة حلوة وسبوه يغلي 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 بعد كده بردوه هذا السائل وحطوه في كياس وحطوه في الفريزر عندكم لما تيجوا تعملوا اي اكلة تحطوا فيها كده بقى فيه طعم حلو وكمان مفيدة ان احنا اخدنا كلاجين انا عدت عيد وزيد في الكلام وتطرقت للصراع بين الاجيال لكن انا حسيت انه امانة علي ان انا اقولها لكم كل ما هعرف ان فيه مادة مضرة او حاجة مؤذية هقولكم عليها دلوقتي هروح اشرب الشاي عشان بعد شوية عندي مهمة كبيرة اويا 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 اشوفكم بعد شوية هو دا السير اللي انا مخبية مكتبي بقى لي كذا اسبوع مش عارف اشتغل مش عارف السبب ايه بغص لقيت طبعا اشتغل ازاي والكركبة دي كلها موجودة قصص جلات كتب حاجات شغل حاجات هوايات اي حاجة اي كراكيب احطها على المكتب وكأن المكتب تحول لمقلب زبالة طب الواحد يقعد ازاي ويحس ان هو مخه مرتب عشان المكان اللي حواليه مرتب مش ممكن وطبعا عشان احنا دلوقتي بنشتغل من البيت فجبت حاجات كتير قوي من المكتب حضتها فقعدة يعني مش لقيها لها مكان بس برضو فيه كراكيب كتير قوي هو ده السر اللي انا مخدية وقررت النهار ده بقى ان انا لازم يعني اواجه المشكلة واذبط المكتب عشان انا عايز اقعد اشتغل ويعني ودي اغير مساعدة خالص لا للشغل ولا للتركيز انتظر انه ما شهر موسيقى ان احدى لترتيب اي مكان اول حاجة نبتدي ان احنا نفضيه نفضي كل حاجة فيه من غير ما نفرز اي حاجة نفضي كل المساحة المتاحة ونشيل كل حاجة منها بعد كده نبتدي بقى مرحلة الفرز واحلى حاجة لما الواحد يكتشف شيء جميل كالنساء بقى لمدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانتهت المهمة بنجاح وتم ترتيب المكتب وفجأة حسيت ان المكتب كبير ووسع وطلعت منه ووراق وحاجات ووراين الظبالة كتير قوي دلوقتي بقى نروح بقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان دي حاجه كويته دي حاجه كريبي اشتركوا في القناة من القبر لا انا مش على اللي عملها انا على بتاع نفسي على التماثيل نفسها طب شفت الحانم دي لا بس ده حديد لا بس ده حديد من كده هي ثقنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر